أكد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلارسون على شرط إنهاء الوجود العسكري الإيراني في المنطقة وسوريا تحديدا لإحلال السلام هناك وخلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن أشار تيلارسون إلى ضرورة رحيل القوات الإيرانية المتواجدة في سوريا سواء كانت قوات من الحرس الثوري الإيراني أو من الميليشيات المسلحة المدعومة من قبل إيران والتي تقاتل لصالحها داخل سوريا في هذه المعركة لافتن لأن جهودا تبذلها بلاده وحلفاؤها في العالم تعمل على كبح جماح إيران التوسعية في المنطقة